للمزيد من المتابع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف المهندس على السقط رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني بداية وبعد تحية رئيس مجلس الوزراء اليوم دكتور مصطفى مدبولي خلال لقائه الهام بأهالي ومشايخ وعواقل سيناء أكد خلال كلمته أن سيناء هي أغلى جزء على قلب أي مصري كل ما نراه وكل ما رأيناه خلال السنوات الماضية هي دليل على ذلك استمرت التنمية بالتزامن مع جهود الدولة أيضا في مكافحة الإرهاب قراءتك لذلك تحديدا مثال فيه أولا أنا طبعا رجل مش سياسة أنا رجل الاقتصاد بس مصري ووالدي رجل عسكري ومدرك مدى أهمية أنك لما تضحي علشان جزء من بلدك ما ينفعش أبدا أنك تتنجزي عنده معادي كده فأعتقد أن دي رسالة واضحة المعالم من دولة رئيس الوزراء وبالتبعية طبعا هي رسالة الحكومة المصرية ورسالة الشعب المصري لأي حد عايز يفكر أن هل ده مثلا قرار سياسي لا هو قرار سياسي شعبي المسألة مش مسألة قرار رأس الدولة منفرد أن لا ده قرار الشعب المصري اللي هو من النهاردة بيتكلم ويقول أن أي عرض مصرية هي قرامتي هي شرفي وده أعتقد أنه هو مش مفهوم عن الناس كتير مش مفهوم غير اللي ارتبط بالأرض أنه حس أن جزء أن أي حدة في أرضه بنشره هو لا يا جزء تنازل عنه وينفعش ينازل عنه مش مسألة فلوس بها صحيح مسألة أنه جزء من المعتقدات اللي ارتبطت بالراجل اللي ارتبط بالأرض نحن أصلاً ناس ارتبطنا بالأرض من أيام الفرعنى والزراعة والنيل والكلام ده ففاهمين يعنيه أرض فاهمين يعنيه أننا ما ينفعش بيه أرض لدرجة أنه ممكن تحصل صراعات في الفنحين هنا في مصر أنه واحد عايز أرض زيادة عن أرضه حتى لو عاش نوس مش هيباعها ويفضل ينازل عليها ولو باعها تبقى عار عليها وعلى أهله بعد كده فهي دي النقطة دي النقطة اللي العالم ممكن إشفاهم المدرق إشفاهم معنى كلمة الأرض معنى كلمة العرض دي عندنا حد فكان أي طبعا الكل أساسية أكتر من مرة وضحت هذه الصورة إنما وضع برضو المتينة مش مرتبهمش الكلام دي لأن اللي عندهم المعتقد الرئيسي عندهم هاي فلوس بكام هيا دي النقطة الأساسية اللي دائما أبو أنا بدي حدث مع حضرتك المهندس علاء وحضرتك رجل الاقتصاد لو هنتكلم على الجهود اللي قامت بها الدولة في مواجهة ومكافحة الإرهاب حتى أصبحت مصر يعني يحتذى بها أمام العالم أجمع في انتصارها على الإرهاب ومكافحة الإرهاب وذلك بالتزامن مع الجهود التي تقوم بها أيضا في مختلف مجالات التنمية لتحقيق التنمية الشاملة وبشكل خاص في سيناء بص هون الحاجة طول ما في حياة على ظهر الأرض طول ما فيه هتلاقي ناس أفكارها مضطربة والفكر المضطرب بيخلق إرهاب فهيستمر الهات إلى أن تمتهي الأرض إنما تدوره يبعي على من يقاوم الإرهاب سواء بفكرة أو سواء لو لم تصرح الفكرة بالقواء المسلحة وده اللي مصر لجعت ليه مصر طول عمرها بتقاوم الإرهاب سواء بالأفكار السليمة لأن احنا دولة وشعب منطقي وشعب معتدم لاحنا متزمدين في النائع اليمين ولا متزمدين في النائع اليمين ولا سايدين الدنيا خالص ولا مسكين في الدنيا خالص فهي الفكرة إحنا شعب معتاد الأمور وتم مقاومة الإرهاب بعدة صور آخرها طبعا إن أنت بتضطري في الآخر إن أنت خاميه بالتسلح أو بتخاميه بالسلح فمصر بذلك الغاني والرخير بمعنى الكلبة إنها تقدر تتخلص من بؤر الإرهاب اللي موجودة في سينها وتم هذا الكلام على مدار سنوات طويلة صحيح لأن تم زرع خلايا عديدة في سينة لهذا الموضوع وده دي فكرة خد إبالك فكرة إن النهاردة إن سينة تنهزة عن جوزة عنها أو ييجي منها أو ييجي عليها أشقائنا وأخواننا الفلسطينيين دي فكرة قديمة مهاش فكرة من عرضة وليدة اللحظة دي وكان بزور الإرهاب اللي تحطت فيها كان هو الهدف كده الآخر طب والله دي حتة مزعجة وفضية وكل اللي يقتنوا فيها سبعمائة ألف وهي مساحتها قد يمساحج يعني يكفي لساعة مليون هيبقوا فيها كويس جدا طب خلاص هنعطوا بقى فيها فتح إرهاب عشان الدولة تقولوا والله دي أرض مزعجة بالنسبة لنا فإيه نتركه أو نترك جزء منها وانا ستبيد اقتصادية القلب المعايير بقى والقلب الموازين النسخة السياسية أصلها عسكرية يعني أصلها فاهم يعني إيه شرف ويعني إيه أرض ويعني إيه أرض فده كان إصرار من القيادة السياسية ومن الحقوبة المصرية ومن الشعب المصري إذا ما ينفعش نتيب إرهاب ما ينفعش نتيب أرض في نفس التوقيت اللي بدأت شعلا تعملي نوع من أنواع التنمية صحية الحقيقية بقى في سيناء خذ يبالك برضو سيناء مش صغيرة سيناء ضخمة ولو بتعملي فيها تنمية نظراً لضخمتها مش بيبان قوي دام النهاب إنه مواقع الأمر أنت أعمالك تنمية النهاردة دنوب سيناء الناس كلها بتتكلم عنه على عالم كله بقى مليتكلمش على مصر سواء مدينة السلام أو غيره أو غيره النهاردة بقى تشارم الشيخ مكان عالمي للمؤتمرات مش مؤتمرات مصر مؤتمرات عالم نعم سيناء النهاردة بتعمل فيها المزارة السماكية وبتعمل فيها المصانع وبتعمل فيها البنية التحتية وبتعمل فيها المواني ومينها عريف وغيره غيره غيره تنمية متكملة وشملة اجتماعية وخدمية وعلى جميع الأصعيدة سؤالي لحضرتك المهندس عليه أيضاً أنه هناك رسالة مهمة من رئيس الوزراء أكد أنه بيحمل توجيه رئاسي بأن ينفذ مشروعات سيناء أهالي سيناء أنفسهم وأن توفر الحكومة التمويل لهم في تحقيق هذا الهدف نقطة في منتهى الأهمية وعايزة رأي حضرتك يا فندم فيما ذكروا دولة رئيس مجلس الوزراء لا بصي أقول لك حاجة هو ما فيش حاجة فمها أهل سيناء وأهل مصر وما كلهم أهلين حاجة واحدة أهلين كلهم صحيح خلاص هي الفكرة كل ما تبعدي عن القاهرة يعني أهل الصعيد أو جنوب مصر في الصعيد هما بيحسوا أنهما بعاد عن القاهرة فأي دعم بيحصل أو أي تسهيلات أعبال ما هتوصلون بتاخد وقت نفس الكلام سيناء المسألة مش مسألة أن دول هيتم توجيه لهم لا هي الفترة كلها أن التوجيه العام أن الكل يتمتأ بعض النزايا ونظرا لأن النهاردة أهل أهلنا في سيناء بعاد عن القاهرة شوية اللي هي طبعا احنا هو مركزية من حيث الأمر يعني فلا هنوصل لهم المعلومة والموضوع بصورة أكثر إصراع عنهم نعم سواء فيه تمولهم في المشاريع الصغيرة أن أنا مصورة عنها أو تمولهم في أي مشاريع أي أن كانت لهية هيتم التعامل معهم عادي جدا هو مواطن مصري عايش على أرض مصرية ولابد أن تصل له هذه المعلومة وهذه التسهيلات بصورة سريعة هي دي اللي نقدر وهو دي بالك الموضوع أهم من كده الموضوع هي رسالة للعالم وانت مش هتروح مش هتروح النهاردة بمشاريع رأس الحكومة لمنطقة عزال عريش أو سيناء عشان يقول هذا الكلام إلا لو هناك عقيدة وإصرار ما فيهوش هزار أن لأ أنت مكمل في هذا الخط الأرض دي أرض مصرية والشعب ده شعب مصري قبل ما يكون سيناء وإحنا مصررين عن هذا الخط ده ما فيهوش هزار عشان ما ضعوش نعيد ونزيد في نفس القضية نعم مهما كانت الضغوط للقضية اللي احنا النهاردة قابل نعاني منها طيب يعني برضو حضرتك الحقيقة أشارت النقطة مهمة جدا المهندس علاء أنه التنمية التي تحدث الآن في محافظة شمال سيناء في شبه جزيرة سيناء بالكامل وبنتحدث بشكل خاص عن محافظة شمال سيناء هي تنمية متكملة تنمية يعني خدمية تنمية اجتماعية تنمية استثمارية وبالتالي كل هذا بيهدف إلى خلق مناخ مناسب جدا لوجود مجتمعات متكملة قراءتك لهذه النقطة تحديدا لأن المجتمعات المتكملة لما هتكون موجودة وفيها كل أوجه التنمية ده بيعتبر السلاح مهم جدا أيضا في مواجهة الإرهاب ده تنمية مئة في المية مئة في المية ده خدي مالك أولي بحاجة أول نهارضة اللي في جنوب سيناء دول لما هتروح أي منطقة في جنوب سيناء هل اللي العاملين هناك دول من جنوب سيناء لا هتلاقي معظمهم من القاهرة والصهيد وبحري وغيره فأنت لما بتعملي تنمية منطقة انت بتجذبي لها كمان ناس بتجذبي لها حتى النهاردة لما يبقى في تنمية في شمال سيناء سواء في العريش المينة العريش ده حاجة ضخمة جدا مزرع السمك ده حاجة ضخمة جدا المنطقة الصناعية اللي تتعمل هناك دلوقتي ضخمة جدا فأنت بتجذبي ناس مش مجرد أهل نفسين لأ انت بتجذبي ناس كمان من الوادي النروح ناكل لأنها في تنمية في عمار في شغل هتبقى لحضرتك فيبقى عندك شمال سيناء نسخة من جنوب سيناء في المنطقة صحيح ده دي النقطة فالرسائل دي كتير ورسائل واضحة بس المهم اللي يفهم واللي المهم الاهم من كده اللي يدرك الطبيعة المصرية مصر مختلفة الشعب المصري مختلف على استعداد انه يضحف كل حاجة عشان نبدأ في نفسه عشان معقيدة عنده الناس تنف نشكر لحقيقة لهم بشكل حضرتك شكرا جزيلا المهندس على السقط رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة شكرا جزيلا على هذه المشاركة ومازلنا مع حضراتكم مشاهدين في هذه التوطية الحية على الهواء مباشرة للزيارة المهمة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة شمال سيناء شكرا جزيلا